اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت سهرانة مع المدير ولومي بتكون مش فاكرة اي حاجة من دي وبتمشي صاحبتها وبعدها بتلاقي توقامها ظهرت لها وبتقول لها انت نسيتي ان حلمك تبقي مصممة ازياء وكمان بتقول لها لو عاوزة ترجع للعالم بتاعك نفذيلي طالباتي وحققي حلمك وبتختفي تاني وتاني يوم بترجع لومي مع صاحبتها سوء بس بتكون في العالم الحديث وبتفضل تقول لها انا الاميرة لدرجة صاحبتها بتقول لها شكلك سكرانة املت ايه يا بنتي دا انت شغالة معايا في سوبر ماركت فوقي نفس الوقت يومي اللي انقذها في الزمن القديم بيكون بيدور على بنت شبه الاميرة لومي اللي كانت في العصر القديم وبيلاقي المساعد بتاعه بيقوله احنا دورنا كتير على الاميرة اكيد ما وصلتش للعصر الحديث وبنشوف يومي بيفتكر العصر القديم لما الاميرة لومي كانت معدية وشافت يومي ونسبة حربه ودخلت بالصيف علشان تنقذه لكنها اخدت ضربة في صدرها وبياخدها يومي يغير لها على الجرح وبتأسف لها انه كان السبب انها تنصب وبنعرف انه اسمه يومي وقبل ما تمشي بتديله قلادة سكر ومن يومها وهو بيمشي بالقلادة دي وبيدور على حبابة لومي اللي بيحبها بقاله زمن وبنشوفه بيقول لصحابه انا لازم الاقيها وهنا بنشوف لومي بتذاكر وبتجمع التصميمات علشان تحقق حلمها وتبقى مصممة ازياء وبتكون صاحبتها سو نزلت شغل ومعاها تصميمات لومي وبتقف جنب مراية عربية وبتحط روش زي كل البنات وبتتفاجئ ان الشخص اللي جوا العربية بيفتح الازيز وشايفها ولما بيكلمها بيلحظ ان الورق مكتوب عليه اسم لومي وبينزل يوي من العربية وبتلاقيه بيقول لها ارجوكي وصليني لومي لو تعرفيها بس سو بتعمله وحش وبتقوله حتى لو عرفها مش هقولك وبتكون عنيفة فردها وبتسيبه وبتروح المحل عند لومي وبتقدم لها الورق بتاعها وبتقول لها ان شخص كان بيسأل عليكي بس بتتجاهل عادي وبتروح تعمل مقابلة شغل وبتمشي وهي خارجة بيكون يوي واقف بالعربية ومستنيها وبيرقبها وبنشوف لومي بتروح تعمل انترفيو تصميم الازياء وهي دخلة بتشوف بنت اسمها ريتا واقفة وبدون قصد بتضلق القهوة على بنت اسمها لين ودي موظفة قديمة في الشركة وطبعا لين بتحاول تهزقها وتضربها بس ليه بتتدخل وبتهزقها وبعدها ليه بتتعرف على ريتا وبيكونوا صحاب وبتروح لومي علشان تعمل الانترفيو وبتتفاجئ ان المدير تشان هو الامير ولما بتشوفه بتفتكر العصر القديم لما كان بيقول لها انت بتتمتعي بقوة خارقة وزكاء وليك فرص كتير ولما بتقوله انت تعرفني بينكر وبيقول لها انا اول مرة اشوفك اصلا وبيسيبها ويمشي بعدها لومي بتقول لصحبتها تينا انها خارجة تغير جو وقتها المدير بيفضل يقول لنفسه ان لومي شكلها مألوف وواضح فعلا انه مش عارفها في نفس الوقت يووي بيكون اللي مهتم بيها وبيرأي في حياتها وفجأة لومي بتلاحظ انها نسيت ورق التصميم بتاعها في الشركة وبيوصل يووي اللي كان بيرأيبها علشان يوصل لها وبيكون معيه التصميم وبيعتذر لها انه مقدش يحميها زمان لما حصل لها تسمم بعد ما شربت كتير وبيقول لها انا جيت العصر الحديث علشان نحميك من اي ضرر بعدها لومي بتطلب منه انه ما يقولهاش سموه الأميرة ويتعاملوا كأنهم أصدقاء وما فيش ألقاب وبتطلب منه يساعدها تدخل الشركة علشان تحقق حلمها بعدها بنشوف مساعد يووي بيقوله انت ليه ما قلت لهاش انك أمير ومش حارس وبنعرف ان يووي الأمير وكان بيحبها وبنشوف لومي بتكون في المحل اللي بتشتغل فيه وبيروح لها يووي والمساعد بتاعه بعدها بيقعدوا مع بعض وبيقدم لها الأكل اللي بتحبه وبتلاقيه بيقول لها قدمتلك في مسابقة مصممين أذياء من غير قيود سن أو تعليم وكمان بتلاقي صاحبتها سو بتساعدها وبيكون عندها مكان للخياطة وكل المعدات وبتفرح جدا انهم بيساعدوها وبنشوف تشان مدير الشركة قاعد بيتفرج على التصميمات وبتدخل عليه لين وبتمسك ورق التصميم لومي وبترميه في الزبالة من غير ما ياخد باله علشان ما تحضرش الافتتاح وتاني يوم بيكون يوم عرض الأزياء وكل البنات بتطلع تعرض تصميمها مع عادة لومي وبيكون يووي متضايق علشانها وفجأة بتطلع لومي وهي لبسة تصميمها ولما لين بتشوفها بتتضايق وتقول هي ازاي حضرت والكل بينبهر بتصميمها وبنعرف ان صاحبتها تينا اخدت الورقة من البسكت وحطتها في الملف تاني وبنشوف المدير تشان بيعجب بتصميمها جدا وبيروح عند لومي يقول لها مبروك انا قررت اتفق اشتغل معك وبيمسك ايديها بطريقة ضايقها وشكله كده مدير بسباص في نفس الوقت بيكون يووي واقف متضايق لانه معجب بيها وحسس بغيرة وتاني يوم بتستلم لومي شغلها وبتلاقي لين بتقول لها انا عزمكم كلكم على الغداء بس لومي بترفض وبتقول لهم انها وراها شغل كتير طبعا لين مش بتسكت وبتهزقها وبتقول لها انت فاكرة نفسك اهم واحدة في العرض ولا ايه وبتقرب على لومي وبتقول لها تعالي ندخل رهان اللي هيخسر في عرض الربيع فينا يستقل ويسيب الشركة وطبعا لومي بتوافق وبتروح لومي تقابل يووي وبتعمل معاه حركات دفاع اللي كانوا بيعملوها زمان وبيكون مبسوط بيها لانها فكرته بعهده القديم بعدها لومي بتلاقي يووي بيقول لها مش ملاحظة سموك ان المدير تشان شبه الامير الخامس جدا وبيتفاجئ ان لومي بتتعصب وبتقوله ما تجيبش سيرة البني ادم ده حتى لو طلع هو الامير انا قررت هتجهله لانه خينه بتاع ستات بعدها بيقرروا يروحوا لسوء علشان تساعدهم في التصميم وبتوافق بعد محاولات كتير جدا وفعلا بتروح سوء تخرج الكتب بتاعتها القديمة واي حاجة متعلقة بالتصميم علشان تساعد لومي وتاني يوم بتروح لومي الشركة وبتعرف ان المدير تشان عاوزها ولما بتدخل اول لما بتشوفه بتفتكر لما خانها ورحت علشان تنتقم منه وعرفت انه عاوز يتجوز بنت الامير الاكبر علشان العرش وبيترجها تسامحه او انها تقتله لكنها مش بتقدر تقتله لانها كانت بتحبه وبتقوله من النهار ده علاقتي بيك انتهت وملكش محبة في قلبي وبتمشي وهي مجروحة وكل ده افتقرته وهي وقفة على الباب بعدها بتدخل لومي يتكلم من مدير تشان وبتعرف منه انه معجب بتصميماتها واداءها في العرض البطولي مع التصميم وبيارد عليها تشرب معي كنوع من اللي اعتذار عن اي سوق تفاهم وبتشرب معي وبتعمل نفسها ديخة وبيحاول يعتدي عليها بس هي بتطلع زكية وبتتصل على يوي وبيسمعها وهي بتقول للمدير تشان مايصحش كده لو الموظفين عارفوا سمعي دك هتبقى وحشة بعدها بيوصل يوي والموظفين كلهم وبيكون شكل وحش قدامهم وبنشوف تشان بيحاول يصالح لين لانه مرتبط بيها في السر بعد لما شافته مع لومي وبتطلب منه يعلن علاقتهم بس بيقول لها كده احسن يا عبيط علشان مصلحتي ومصلحتك وبيتبلع لومي بيقول لها ده هي اللي كانت بتحاول تغيريني حتى ولما رفضتها هي ضربتني هنصدقك حاضر وبتكون لين خارجها وبتشوف عامل الامن بيتخانق مع رجل شكله سكرون وبتروح تقول له ده تابعي بعد لما بتعرف ان والد لومي وهي فرصة اهتشمت فيها وبتروح تقول لها وسط الموظفين تعالي كلمي باباكي وبنعرف ان والد لومي كان بيعاملها وحش وبيضربها وبياخد منها مرتبها يشرب بيه وبنلاقي لومي بتقول لولدها ايه اللي جايبك وبتحاول تطرده من الشركة وفجأة والدها بيكون عايز يضربها بالقطر علشان يخلص منها وقتها بيوصل يوي ويمسك ايده وبينقذها بعدها بنشوف يوي هو اللي اتصاب مكان لومي وبتروح لومي تغيرله على الجرح وبينلاقيه بيقول لها انا هنا علشان ايخد اي ازة مكانك لدرجة انها بتستغرب هو بيدافع عنها كده ليه وبتسأله انت لطيف معايا كده ليه يا ابني بعدها بيجي تليفون ليوي من جدته وبيعرف انها مريضة ولما بيوصل بيلاقيها بتسق الزرع وبتهزقه علشان مش بيروح لها وبيلاقيها بتقول له جايبه لك عروسة وبيتفاجئ انها بنت مدير الشركة اللي لومي شغل فيها وتاني يوم بتروح لومي الشركة وبتعرض تصميمها اللي هتنفزه والكل بيكون مبسوط بيها مع دالين وفجأة لين الخبيثة بتقول لهم ان ده تصميمها ولومي هي اللي سرقته ولما بيسألوها على الدليل بتقول لهم على قدلة حقيقية رغم انها كدابة وبتكون هي اللي سرقت منها بداية تخطيط التصميم وبيتخنقوا مع بعض قدامهم وبنشوف يوي بيروح مع جدته عند البنت اللي هتخطبه له وبنعرف ان اسمها دو وبيكون مش طيقها وبيعتذر وبيقوم علشان يخرج بس البنت بتخرج وراءه وبيجيله تليفون من لومي وبيضطر يمشي علشان يروح لها ودو بتصمم توصله وبيطلب منها تساعده انها تقف جنب لومي وبنشوف لومي بتتكلم مع سو وبتلاقي سو بتحكيلها ان زميلها ايام الجامعة سرق تصميمها وبتقول لها انا متأكدة ان المدير تشان هو كمان ورا موضوع سرقة التصميم وقتها بيوصل يووي وبياخد لومي بالحض وبيقول لها انا هنا لحمايتك يا سمو الاميرة ولما سو بتسمع كده بتقول لهم اميرة ايه انت بتهزروا بس لومي بتحاول تبين انهم كانوا بيهزروا وما فيش اميرة ولا حاجة وفجأة بتوصل تينا وبتقول لهم ان فعلا المدير تشان ويلين على علاقة سرية وتوقع منهم اي حاجة لانها شافتهم مع بعض قبل كده وبيتفقوا كلهم انهم يتحدوا مع بعض وبنشوف يووي بيروح يوصل لومي لحد بتها وبيكون لطيف معها خالص وبيكون مستنيها تقول له بتهنة علشان الوقت متأخر بس بيتفاجئ انها بتديه لموزة وبتقول له كلها وانت ماشي في الطريق علشان الوقت متأخر وبياخد الكسفة وبيمشي وتاني يوم في الشركة بنشوف لين بتتعصب على موظفة زملتها وبتتنمر عليها جامد بس بتتفاجئ ان دو بتدخل تهزقها بما انها بنت مدير الشركة وده باتفاق بينها وبين يووي وكمان بتدخل لومي وبتقول لها دي فعلا مش وراها غير السرقة والتنمر وبتلاقي دو وقفة معها وبتقول لها انها هتتأكد من موضوع السرقة وهتجيب لها حقها وقتها بيدخل المدير تشان وبيحاول يدفع عن لين بما انهم على علاقة وفجأة بيدخل يووي وبيقول له السيدة دو بنت مدير الشركة وحقها تتحكم في اي حد وبيقرروا يعملوا اجتماع يشوفوا مين اللي سرق تصميم التاني وبتكون كل الادلة تثبت ان التصميم بتاع لومي وكمان بيعرفوا من كاميرات المرأبة ان فيه جزء محزوف هو وقت سرق التصميم لومي وبتظهر الحقيقة وبتنسح بلين من الفريق ورغم انها سرقت التصميم بيكون تشان بيدفع عنها طول الوقت بعدها بتكون لين بتعيط انها هتسيب الشركة وبيفضل تشان حبيب القلبي هديها ويقول لها يا حبيبتي بتعرفت على دو بنت صاحب الشركة وبقت في صفها وتاني يوم بتكون لومي في الشركة وبتكون رايحة عند المديرة دو بتدخل تلاقيها قاعدة جنب يوي وماسكة ايده وبتسمعها وهي بتقوله احنا في حكم المخطوبين وبتكون متضايقة جدا وبتجري برا الشركة وبيروح وراها يوي وبيقول لها انا معجب بك انتي وهي بتستغرب انه مش بيعترف لها بحبه طول الفترة اللي فاتت وكمان بيفجئها انه محتفظ بالقلدة اللي خدها منها في الزمن القديم وبتكون مبسوطة جدا انه بيفكر فيها وبيعترف لها انها حبه الاول وامرته الوحيدة وتاني يوم بتكون لومي سهرانة وبتعمل تصميم وبيتصل بيها يوي يقول لها عايز اقولك حاجة مهمة ولازم نتقابل بعدها بتلاقي الباب يخبط وبتلاقي جدة يوي وبتدخل القوضة اللي هي عايشة فيها وبتقول لها انتي فاكرة ان واحدة فقيرة زيك تقدر تضحك على واحد غاني زي حفيدي وبنشوف لومي نفسها بتتفاجئ ان يومي من عيلة سرية لانه كان عامل نفسه الحارس الشخصي بتاعها وبنشوف يوي بيعرف ان جدته طلبت من لومي تزورها في الفيلا وبيوصل بيلاقي جدته بتعملها كويس وبتقول لها بقيت عايز رينا عكس توقعه وواضح ان بينهم اتفاق لان طريقتها تغيرت وبتخرج لومي وهي متعصبة وبتقول يوي من امتى وبتكذب علي انك فقير وبيكون موقفه وحش لانه فعلا كذب عليها وبتسيبه وتمشي بعدها بنشوف يوي بيجري وراه وبيتأسف لها انه مش هيكذب عليها تاني وانه عمل كده علشان يقرب منها وبعد محاولات بتسمحه وبتقوله ما تخلينيش افقد ثقتي فيك تاني وبنعرف انها بتحبه ما تقدرش تستغنى عنه ومن ناحية تانية بنشوف والد دو بيتخانق مع بنته علشان عملت مشاكل اول يوم لها في الشركة وطردت لين وبتتفق مع والدها انهم يطفشوا ليه من الشركة ويخلوها تصمم ملابس رجال تصميمها صعب ولو فشلت تقدم استقالتها طبعا وبنشوف يوي بيروح يقابل لومي في المكتب وبيلاقيها بتقوله ان جدته اتفقت معها لو كبرت في شغلها خلال سنة وبقت غنية هتوقف انها تتجوز يوي وبتقوله كمان انها هتصمم ملابس رجالي ودي هتكون صفقة كويسة في نفس الوقت بيكون المدير تشان بيسمعهم وبتكون لومي صهرانة في المكتب وبيتصل بيها يوي علشان يقابلها وهي بتقوله انها مشغولة ولما بتقف المعازم لتها بتقولها ان تينا صاحبتها مهم عليها وبتسيب تليفونها وبتجري علشان تشوفها ولما بتوصل للمكان بتتحبس جوه وبيكون ده اتفاق من لين وبنشوف يوي واقف تحت الشركة مستني لومي وبيلاقي لين خارجها هي والسكرتيرا وكده الشركة تقفلت والمفروض كل الموظفين مشيو وبيحس ان في حاجة غلط وبيطلع الشركة يدور عليها وبيلاقي تليفونها على المكتب في نفس الوقت بنشوف لومي محبوسة وبتفكر لما والدتها ماتت وهم محبوسين وما عارفتش تنقذها وبيوصل يوي وبيلاقيها مومة عليها وبيشيلها يوصلها للبيت بعدها بترجع لومي البيت وبيهتموا بيها كلهم وبيعرف يوي ان لين اللي عملت كده وبيقرر انه يدفعها التمن هي والمدير تشان وبيرفع عليها قضية ضد ممتلكات عائلتها وبيروح يوي الشركة يهدد تشان انه ما يتعرضش لومي تاني وبيمسك تشان يضربه وبنشوف ان تشان مش هيعديها على خير وهنا بنشوف لين بتجري على تشان وهو خارج من الشركة وبتقول له الحق اني عائلتي اعلنت افلسها وكده ما بقتش جنية وبنتفاجئ انه بيقول لها يا انت مين انا ما عرفش ناس فقرة وبعادي عني كده وبيفضلوا يهزقوا بعضهم الاتنين وفي الاخر بيقول لها مش عايوز اشوف وشك تاني وفعلا انها يات اخلاق وبنشوف يوي ولومي بيكونوا رومانسيين جدا مع بعض وعلاقتهم بتتطور وبيروح لها بيتها يصار معها وبيكون معها صاحبتها سو وفي نفس الوقت بيكون تشان رايح بيت لومي ومعها وارد وقبل ما ينزل من العربية بيعرف ان يوي عندها لما بيشوف المساعد بتاعه مع سو وبنشوف يوي بيجي له مكالمة من جدته وبيضطر يروح لها وبيوصل يوي بيلاقي جدته بتهزقه علشان هو عمل قضية ضد عيلة لين وهو السبب ان العيلة تفلس علشان يجيب حق لومي وطبعا جدته بتفضل تقوله بتضيع نفسك علشان بنت فقيرة وهنا تشان بياخد تينا معا بيت ليه علشان يزورها ولما تشان بيدخل بيعتذر لها عن اللي حصل وبيقول لها مستعدة ساعدك في التصميم وبيلاقي لومي بتقبل اعتذاره لكن بتقوله التصميم ده شغلي وهعمله لوحدي وبيحاول يكون لطيف معاها بس هي بتحرجه وبتقوله قبل تعتذارك يلا امرا واحبا بعدها بتروح لومي تقعد مع سو على الرصيف وبتسأل سو ايه خلاك تفتح محل بقيلة رغم انك شطرة في التصميم وبتعرف منها ان صديقة عمرها وشركتها للأسف ماتت في أول الطريق ومن يومها كرهت المجال وتاني يوم بتكون لومي سهرانة بتعمل تصميمات وبتلاقي يووي عمل لها مفاجئة عيد ميلادة وبيقضوا وقت حلو ورومانسي مع بعض وبنشوف لومي بتفتكر زمان لما كانت هي الأميرة لومي في العصر القديم وارتبطت بالامبراطور يووي وقرروا يعيشوا حياة عيدة مع بعض وبتقولوا انها بعد وفاة أمها ما بقتش كويسة وخصوصا انه أمها ماتت مسمومة وكان الأمير الخامس اللي هو شبهت شان بيخليها تقتل الناس ومفاهمها انها بتنتقم لأمها وهو اللي كان وراء وفاتها وبعد لما بتخلص كلامها بتلاقي يووي بيقولها انا معاك في أي وقت وما تخفيش وبيكون لطيف معاها بعدها بتروح لومي تكمل تصميم الأزياء وبيروح يووي يقعد معاها وبتعتذله عن سوق الفهم الزمان لما كانت بتعامله وحش وظلمة وبيقرر يووي ساعدها في أفكار جديدة للتصميم بتاعها وآخر اليوم بتخرج لومي ومعاها يووي يتمشو وبيكون تشان بيرقبهم وبيصورهم من بعيد وقتها بيكون يووي بيهزر معا ليه وبيشيلها ويروحها للبيت وتاني يوم بنشوف المدير تشان بيعمل اتصالات وشكله نياته شار وبنشوف يووي ولومي بيروحوا يطلبوا من سو تجيب لهم نمازج تصميم وتبقى هي الموديل معهم وبتوافق وكمان المساعد بتاع يووي بيوافق ساعدهم ويبقى موديل بعدها بيجي يوم العرض وبيقدموا عرض أزياء بشكل كويس جدا وبينجح العرض ولما جدة يووي بتشوفه على المسرح بتتعصب جدا وبتقول هو ليه بيقدم معاها البنت دي وبنشوف ان الكل بيكون مستني فشل لومي وطبعا تشان بيكون مصدوم لانهم عملوا عكس توقعاته وتاني يوم بتروح لومي الشركة وبتلاقي زميلها فرحانين بيها جدا وكمان صاحبتها بتقول لها فيه شركات كتير بتشجعك وبتدعمك وانها على خطوة انها تكون مكان المدير تشان ومن ناحية تانية بنشوف المدير تشان بيتفق مع شاب مجهول انهم يوقعوا عيل الدوق وانه يسرقهم وفي نفس الوقت بتكون لين بتسمعهم وهنا بنشوف جدة يووي خدته البيت وحبسته في قوضة وبتقول له عايو استفضح العيلة وبتقدم عرض أزياء والبنت دي مش بتجيب لها غير المصائب وبتقرر تحبسه محدش يفتح له غير بقوامر منها علشان يعود يفكر ويعيد حساباته مع نفسه وبنشوف والد دوب يروح للمدير تشان المكتب وبيقول له انت عايو استفضحنا وشوف كمية الخسائر اللي من وراء راسك وبيفضل يقول له بنت فقيرة زي لومي تطلع بطلة قدام الكل واحنا نخسر وطبعا المدير تشان بيحاول يهدي وبيقول له دي سرق التصميمات حتى وهي مش بطلة ولا حاجة هي نكحت بالحظ وبتكون لومي في الشركة وبتلاقي زميلها بيتكلموا عليها وحش وانها فقيرة وكمان مغرورة ومش بتحب حد يساعدها وكمان بيطلقوا عليها إشاعات على الانترنت وبنشوف سو لما بتعرف ان الناس بتتنمر على لومي بتتعصب وبتكون عاوزة تنتقم من أي حد وبتلاقي المساعد بتاع يوي بيهديها وبيقول لها احنا جنبها كلنا وبعدها بتوصل لومي وبتقول لهم عادي يا جماعة انا مش زعلانا وبتسأل على يوي لانه مختفي ومن ناحية تانية بنشوف الشغالة بتقول لجدة يوي انه رافض ياكل وقتها بيوصل للمساعد بتاع يوي ومعاه لومي وصاحبتها سو وبيطلبه من الجدة يقابله يوي وبيوصل يوي وبياخد لومي بالحض وبتقول له انا هنفصل عنك ومش عاوزة شوفك تاني وبتحط له حاجة في جيبه من غير ما ياخد باله بعدها بيلاقيها حطط له القليدة الهدية في جيبه وبترجع لومي لبيت وبتكون حزينة ان ما فيش حد جنبها وبتفتكر زمين لما الامير قالها هنتقم من اي حد بيساعدك وبتحس ان الموضوع بيتكرر تاني معيها بعدها الباب بيخبط وبتلاقي دو جاية تزورها وبتقول لها انا واثقة فيكي وبتلاقي لين كمان جاية تعتذل لها حاجة غريبة يعني ومن ناحية تانية بنشوف يوي قاعد بياكل مع جدته على الصفرة وبياكل كأنه اول مرة يشوف اكل لدرجة ان جدته بتقول له ملك يا ابني اتفاجعت ولا ايه وبتلاقي يوي بيقول لها باكل يتيت عشان استرد صحتي مش كنتي حبساني كم يوم وبعد انسيبيني عشان انا فرحان دلوقتي وفجأة بيطلع القليدة من جيبه وبيقول لها بص دي هداية الخطوبة للومي قدمتها لي وشكله عاوز يجيب لها جلطة وبعدها يوي بيقول لها عندنا في الزمن القديم لما العروسة تقدمت سكر للعريس يبقى كده عاوزة تتجوزه وبيلاقي جدته بتقول له زمن قديم ايه شكرك تجننت من الحبس وبتتعصب عليه ولما يوي بيلاقيها مش مصدقة بيقوم يقعد جنبها وبيقول لها دي مش بنت عدية دي الاميرة التالتة للعالم القديم وقضوتي وهنا بنشوف تشان خارج من الشركة بعد الشغل وبتقابله سوه ولما بيشوفها بيقول لها ما شفتيكش من فترة وبنقرف انهم عارفين بعض وبيلاقي سوه بتقول له انت سرقت تصميم الزمان وعاوز تطرت لومي من المهنة زي ما ترطني زمان وطبعا تشان بيهددها وبيقول لها لو شهرتي بصمعتي مش هرحمك وبتكون لومي بترقبهم وسامع كل الحوار وبنشوف والد لومي بيكون ماشي بالليل وسكران وبيقابل يوي والمساعد بتاعه بيوقفوا وبيسألوه ليه اذا بنت لومي ومين اللي خلا يتعرض لها كل شوية وبيهددوا لو دايقها تاني وبيوافق يقول كل حاجة لانهم بيهددوا وهنا تينا صديقة لومي بتتصل بيها بالليل من الشركة وبتقول لها لقيت الأدلة اللي انت عاوزها ضد تشان وتاني يوم بيروح تشان الشركة وبيدخل المكتب ولما بيدور على الأوراق مش بيلاقيها وبيندي على السكرتيرا يسألها على أوراقه وبتدخلين عليه بدل السكرتيرا وبتقول له ما تتعبش نفسك مش هتلاقيهم ولما بيشوفها بيقول لها لو ما خرقتيش هتطلب لك الأمن وانت ازاي دخلتي هنا أصلا وانت مفصولة وبيندي على الأمن علشان يترضوها بس بيتفاجئ اللي بيدخل يوي والمساعد بتاعه وصاحب الشركة ومعاه الوراق اللي يثبت انه بيسرق الشركة وبيبيع التصميم للمنافسين وبيتهموا بالسرقة والخيانة وبعدها بتدخل بنتنا لومي وبتقول له مش قلتلك يا وعتقلل من شأن المرأة لأنها هي اللي أثبتت خيانتك للشركة كلها وتشان بيتصدم يعيني لما بيلاقي الدنيا كلها ضده والأمن بياخده يطرده برا الشركة كلها وبيقرر مدير الشركة انه يخلي لومي مدير التصميم الشركة بس هي بتقول له شكرا بس ده مش وقته لاني وراي حاجات تانية أهم لازم أعملها وبنشوف لومي بتروح لصاحبتها سو وبتقول لها أنا قررت أشترك معيك ونعمل استوديو صغير لتصميم الأزياء ونبقى شاركة وبكده نحقق حلمنا ونكبر مع بعض وفجأة بيدخل مساعد يوي وبيقول لهم ان يوي مختفي ومش عارف يوصله وبتوصل لومي أخيرا ليوي وبتلاقي يوي بيوري لها صورتهم مع بعض وهو حضنها وقتها لما تشان كان مصورهم ولما بتشوفوا الصور بتقول له عادي أنا كنت شايفه وهو بصورنا أصلا ودي حقيقة أنا بحبك وعادي أي حد ياخد صور لنا مع بعض وقتها يوي بيحس ان لومي هي العوض بكد وبياخدها في حضنه وبيكون لطيف معها كالعادة بس المرة دي هي اعترفت بحبها وبيمر السنة وبعدها بيكون في تحضير أفضل مصمم وبتكون حفلة كبيرة والكل حضرها حتى الجد وبيختاروا لومي تكون أفضل مصمم وبتطلع لومي تقول كلمتها وبتقدم نفسها بعدها بيدخل يوي وبيقعد على ركبته وبيطلبها للجواز وطبعا لومي بتوافق والكل بيكون مبسوط انهم هيتجوزوا حتى الجد بتكون وفقة على الجوازة وبنشوف يوي بيحضن لومي وبيكونوا مبسوطين جدا وسط المعزيم وفجأة بيدخل تشان بخنجر علشان يقتل لومي بس يوي بيلف وبياخد الضربة مكانها وبيفضل ينزف وبيموت في حضنها للأسف والمفاجأة بنشوف ان الأميرة لومي طول المسلسل كانت بتحلب وبتصحى مفزوعة من الحلم ده وبتفضل تنادي على حبيبها يوي وبتلاقي نفسها عاشة في بيته وبيدخل عليها يوي وبتترمي في حضن وبتقول لكم انت هموت عليك لو الحلم كان حقيقة وبتلاقي يوي بيقول لها حلم ايه يا مولاتي انت دخلتي في غايبوبة بقالك سبعة تيام وكل الدكاتر قالوا حالتك ما يقص منها وبتحط إدها في جيبه وبتلاقي القليدة وبتتفاجئ لما بيقول لها دي هداية كانت منك قبل ما تدخلي في الغايبوبة وبيعترف لها بحبه تاني في الواقع وبيوعدها يفضل جنبها طول العمر وبيقرار يعيشه في تبات ونبات ويجيبه أمراء وأميراء وكده بيكون خلص المسلسل أشوفكم بقى ملخص جديد سلام